صدمة كبيرة تتعرض لها الجهود الإغاثية بعد فشل الحكومة في نقل وتوزيع منحة بولندية قيمتها 40 ألف طن من القمح المنحة سبق وأن أعلنت عنها بولندا خلال مؤتمر المانحين في شهر فبراير 2023 لكنها عادت وقامت بسحبها بعد تعثر نقلها من قبل حكومة معين وبين العرض والسحب سجالات وبيانات تضمنت اتهامات بين مؤسسة الدولة التقول وزارة الصناعة والتجارة في بيان لها إن الوزارة تلقت توجيها من رئيس الوزراء بالتنسيق والتعاون مع سفيرة اليمن في بولندا للبحث عن آلية أو طريقة لإيصال شحنة القمح إلى اليمن ولأنها غير معنية بالمنح والمساعدات اقترحت أن تتولى المؤسسة الاقتصادية اليمنية مهمة نقل شحنة القمح لكن المؤسسة لم تتفعل وزارة التخطيط والتعاون الدولي أصدرت بيانا بدورها قالت فيه إن وزارة الصناعة كانت تزمع تعاقد مع شركة نقل على أن تأخذ نسبة 50% من الشحنة مقابل تكاليف النقل الاتهام الضمني من وزارة التخطيط لوزارة التجارة يكشف عن صراع اختصاصات ونعدام للمهنية وتجاوزات لمعايير الشفافية أفضت جميعها لضياع فرصة ثمينة للتخفيف من معاناة شعب يوشك على الموت جوعا عضو مجلس النواب علي عشال أوضح أن الحكومة عاجزت عن توفير مليوني دولار لنقل 40 ألف طن من القمح قدمت كمساعدة لليمنيين برنامج الغذاء العالمي قدر تكاليف نقل وتوزيع الشحنة بعشرين مليون دولار وهو رقم أكبر من كلفة القمح نفسه التي بحسب عضو البرلمان لن تكلف سوى مليوني دولار خسارة اليمن لهذه المنحة ظهرت للعلن بعد أن كشفت ذلك وسائل أعلام عربية الأمر الذي يحمل تساؤلات حول المنح العينية التي تعطى لليمن ولا يتم الاستفادة منها بسبب عدم مهنية وكفاءة الحكومة فأزمة القمح ليست سوى بوابة لفشل الحكومة في الخدمات والسياسات المالية والاقتصادية ومع اتساع دائرة الانتقادات للحكومة تصطدم أحلام اليمنيين بجدار صلب من الإهمال والفساد الذي يطوق حياتهم ويخلق لهم معاناة لا تنتهي